السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهذه حلقة جديدة من ضبط خواتيم الآيات لسورة البقرة ووصلت مع حضراتكم إلى السؤال رقم خمسطعش كم آية ختمت بي جملة وأنتم تعلمون أستغفر الله الجواب رقم خمسطعش ثلاث آيات ختمت بهذه الجملة وهي الآية الأولى رقم ثمين وعشرين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمارات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية الثانية وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الآية رقم 188 كثيرة هي الآيات التي ختمت بكلمة تعلمون لكن الذي يميز الآيات التي ختمت وأنتم تعلمون أنه ورد قبلها في نفس الآيات نهي فلا تجعلوا لله أندادا ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا 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 فاجعلها علامة لك ولاحظ الموضعين الثاني والثالث اشتركها بكلمة بالباطل واعلم أنه لم ترد كلمة بالباطل في غير هذين الموضعين من سورة البقرة وإن شاء الله تعالى نضبط المواضع التي ختمت بكلمة تعلمون كل في موضعه فائدة تدبرية في الآية الأولى وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق واستحقاقه العبودية وفي الثانية وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم أي وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم وفي الثالثة لا تأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم سؤال رقم 16 كم آية ختمت بكلمة للكافرين الجواب آيتين ختمتا بهذه الكلمة وهي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الآية رقم 24 والثانية الآية رقم 98 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الآية رقم 98 قبلها في الموضع الأول أعدت وقبلها في الموضع الثاني عدو ونضبطهما على قاعدة الترتيب الهجائي الهمزة من كلمة أعدت قبل العين من كلمة عدو في الآية الأولى فإن عجزتم أيها الكفار الآن وستعجزون مستقبلا لا محالة فاتقوا النار بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعة الله تعالى هذه النار التي حطبها الناس والحجارة أعدت للكافرين بالله ورسله وفي الثانية أن الله عدو لكل من عاد الله وملائكته ورسله من الملائكة أو البشر ملاحظة بدأت الصفحة الرابعة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وانتهت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين مثلهم تفعلوا مثلهم تفعلوا بهذه الجملة نعرف بداية الصفحة الرابعة ونهاية الصفحة الرابعة يعني أول آية بالصفحة وآخر آية مثلهم تفعلوا ملاحظة وردتهم فيها خالدون في ختام سبع آيات من سورة البقرة ولا داع لحصرها لكن فقط أذكر أن الموضع الأول منها ورد بالواو وهم فيها خالدون في الآية رقم 25 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سبع مواضع لما تكثر المواضع المتشابهة أكثر من ستة سبعة ثمانية فما أكدعي لحصرها مجرد أنه بس فقط العدد وفقد نحصل المواضع اللي ممكن أنه تلتبس علينا لكنه هذه الوحيدة وهو أول موضع وردت بالواو وهم فيها خالدون والستة الباقين هم فيها خالدون سواء رقم 17 اضبط الآيات التي ختمت بهذه الكلمات إلا الفاسقين إلا الفاسقون المواضع أحبتي في الله الأول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى أن قال سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه رح نشوف ليش أنا ربطت الآية التي بعدها يعني بعد كلمة الفاسقين موضع الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أيضا جبت الآية التي بعد كلمة الفاسقون خلونا نشوف في الموضع الأول إلا الفاسقين بالياء والموضع الثاني إلا الفاسقون بالواو وهذا مما يحدث لبسا عند بعض الحفاظ هل هي هذه بالياء أم بالواو ونضبطهما كما يلي وانتبهوا معي أحبتي في الله بعدها في الموضع الأول الذين ينقضون لاحظ الكلمتين ورد فيهما حرف الياء خليها علامة عندك الذين ينقضون نربطها معي الفاسقين إذن قبلها جاءت إلا الفاسقين حتى ما أقول إلا الفاسقون أنت راح تكون حافظ فتعرف بعد الذين إذن أنا أعرف الفاسقين لأن البعض كانوا لما أختبرهم بالجزء الأول كانوا يقولوا إلا الفاسقون وبعدها في الموضع الثاني أوى كلما عاهدوا لاحظ دوران حرف الواو نربطه مع واو الفاسقون التي وردت قبلها على قاعدة الموافقة والمجاورة وبهذا ينتهي اللبس إن شاء الله ولاحظ أن الآية الثانية بدأت بالواو ولقد أنزلنا شوفوا ولقد أنزلنا شوفوا الآية فجاءت الفاسقون بالأخير بالواو حتى هذا ضبط آخر ونربطها مع واو الفاسقون أيضا على قاعدة الموافقة والمجاورة قبلها الضلال في الموضع الأول وما يضل به وقبلها في الموضع الثاني الكفر وما يكفر بها الضاد من وما يضل قبل الكاف من وما يكفر على قاعدة الترتيب الهجائي والآية الأولى ورد فيها يضل به كثيرا ويهدي ونربطها مع وما يضل به على قاعدة الموافقة والمجاورة الضلال في الأولى والكفر في الثانية لاحظ وانتبه إلى أنه بعد الكلمتين في الموضعين إلا الفاسقين إلا الفاسقون ورد ماذا نقضى العهود فانتبه يا لبيب نرجع للآية وخلي نشوفها ماذا هكذا الذين ينقضون عهد الله وهنا أو كلما عاهدوا عهدا فخليها بالك الفاسقين الفاسقون خلينا نشوف هذا السؤال طويل ولا قصير حتى لا يطول زمن الفيديو لا أنا يمكن رح أقف هنا أحبتي في الله عند السؤال رقم ثمنطعش ونكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذنه سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر